متابعي قناة تشاهد فيديو وفاة مدرب الأصود المصري محمد الحلو الذي ورس مهنة التدريب الأصود أبنعا جدا تابعونا في الفيديو ولا تنسوا أن تدعمونا بالضغط على زر لايك واشتراك غيب الموت مدرب الأصود المصري محمد الحلو اليوم الأربعاء بعد صراع مع المرض وصدهورت الحالة الصحية لمدرب الأصود الشهير محمد الحلو بعد إصابته بمكروب خطير أثناء جلسات الغسيل الكلوي ما جعله يمكس في المستشفى الثلاثة أيام في العنية المركزة بأحد المستشفىات الخاصة في المهندسين بمحافظة الجيزة موضوعا على أجهزة التنفس الصناعي وقال طبيب المعالج اللي عنا حيلة محمد الحلو بأنها من أصعب المراحل المرضية لفتن إلى أنه كان يحصل على خمس مضادات حيوية قوية وتم إجراء غسيل كلوي له لكن وضعه الصحي كان خطيرا محمد الحلو ينحضر من عائلة كلها مدربين أصود وهم أساسا من أدخلوا السرك إلى مصر فجده محمد علي الحلو كان يعمل في السرك القومي بالعجوزة في فترة السبعينيات وكان يعد من أشهر مدرب الأصود به وللأسف أيضا لقى مصرعه في حادث شهير جدا في منتصف السمانيات عندما انقض عليه الأسد سلطان ولفظ أنفاسه الأخيرة في المستشفى يعد جد محمد الحلو الشهير في عالم السرك هو من أسس سرك الحلو عام تسعة وتمانين كمان استفاد من الفرق الأجنبية التي كانت تقدم عروضا في عهد الخديوي إسماعيل وبعد صورة 23 يوليا قرر عبد النصر أن ينشأ سركا قوميا يكون مقر حي العجوزة ويتل على نهر النيل وكما استقدم الخبراء السوفيت لأغراض سياسية وعسكرية استقدمهم أيضا للاستفادة من تجربتهم في مجال السرك وتم بالفعل افتتاح مدرسة السرك في عام 62 وبدأت في تخريج أبنائها حتى افتتاح السرك القومي رسميا في عام 1966 ولسنوات ظل السرك القومي المصري أيضا بين الدول العربية وكانت الدول العربية تتلهف على جوالاته بينهم فجد محمد الحلو لوكوسة شهيرة في السرك كان بيستدير علشان يطلقى تصفيق المشاهدين بعد نمرأة داها نكحة مع الأسد سلطان وفي لحظة خاطفة قفز الأسد على كتفه من الخلف وأنشب مخالبه وأسنانه في ظهره وسقط المدرب جد محمد الحلو على الأرض ينزف ومن فوقه الأسد وإن دفع الجمهور والحراس يحملون الكراسي وهجم ابن الحلو على الأسد بقضيب من حديد وتمكن أن يخلص أباه ولكن بعد فوات الأوان ونقل إلى المستشفى ولكنه توفى بعد ذلك بأيام وكانت آخر كلمة قالها محمد الحلو وهو يموت أو سيكم محدش يقتل سلطان وسلطان هو الأسد وصية أمانة محدش يقتله ونعرف بحضراتكم محمد الحلو الجد وأيضا محمد الحلو ابن الإبن ويرجع سبب الهجوم على جد محمد الحلو أنه أثناء العرض وأمام الجمهور هجم عليه الأسد وعده عدة قوية في جنبه لأن الأسد هجم على جده من ظهره فإنه لم يأخذ باله فمن المعروف أن المدرب عندما يعطي ظهره للأسود فالمساعدون يقولون له اسم الأسد الذي خلفه حتى يتجه نحوه في حالة الهجوم عليه ووقت الهجوم كان جد محمد الحلو يحيي الجمهور ومن قوة التصقيف لم يسمع صوت المساعدين عندما نبهوا فانقض عليه الأسد وعده بقوة وبيقولوا أن كان وقتها موسم التزاوج بين الأسود فكانت الأنسة تحب ذكر اسمه سلطان فالحيوانات لا تتحكم في غرائزها وعندما أراد الأسد جبار الاقتراب منها فالأسد سلطان ضربه فأراد جد محمد الحلو السيطرة على الموقف فضرب الأسد سلطان حتى لا يضرب الأسد جبار أمام الجمهور فالأسد سلطان اعتقد أن جد محمد الحلو مع الأسد جبار ضده وبعد انتهاء العرض أثناء تصفيق الجمهور انقض عليه سلطان على جد محمد الحلو أمام الجمهور وأمسك بفكه في خسره وللأسف بعد الحدث قرر مجير السلك نقله إلى حديقة الحيوان باعتبر أنه أسد شرسا لا يصلح لتدريب ترجمة نانسي قنقر